أكد خبراء تغير المناخ أنه تبقى ثلاث سنوات لخفض بعثات ثاني أكسيد الكربون وإلا فإن الوقت سيكون قد تأخر بالنسبة للعالم بأسره وحدد الخبراء عام 2020 لدفع العالم إلى التحرك قبل فوات الأوان التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم الأرض والبشرية في موعد نهائيا لتفادي كارثة عالمية في عام 2020 وفقا لتقرير نشرته مجلة ناتشر الأمريكية المختصة بالطبيعة والمناخ فقد وجد خبراء المناخ أنه خلال ذلك العام سيتم تقليل بعثات أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والذي سيؤدي بدوره إلى هبوط درجة الحرارة على سطح الأرض حسب صحيفة ديليميل البريطانية فإن خبراء البيئة أكدوا بأن العالم سيواجه آثارا مدمرة تتراوح ما بين موجات الحر القاتلة والهجرة الجماعية الناجمة عن ارتفاع منسوب البحار إذ تم عمل دراسات وأبحاث حول الأرفف الجليدية في القطب الجنوبي وتم اكتشاف أن أقدم الأرفف ينخفض ويتآكل بشكل دراماتيكي أي أنه سيختفي في السنوات القليلة القادمة يسمى هذا الرف الجليدي لارسن بي ويتعد عمره أكثر من عشرة آلاف عام ومع مرور الوقت أصبح مجرد قطعة رقيقة من الجليد تطفو على سطح الماء ومن الممكن ذوبانه بشكل كامل قبل نهاية القرن الحالي وتقريبا في عام 2020 وتعتبر معظم الأرفف الجليدية امتدادا لأنهار متجمدة وقد يؤدي اختفاؤها إلى ذوبان الأنهار بصورة سريعة ما سيتسبب في ارتفاع منسوب البحار والمحيطات حول العالم وهو الخطر الذي ينذر بإغراق مساحات كبيرة من اليابسة مذ عام 2002 اهتمت دول العالم بذوبان الأرفف الجليدية واكتشفت أن ذوبانها نتجا عن ارتفاع درجات الحرارة استعاقبت موجة من مواسم الصيف الدافئة على القارة الجنوبية وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة ناتشر العلمية فإن الانتقال إلى مصادر طاق الأنظف يجري على قدم وساق ويدعمه توافق واسع في الآراء بشأن الحاجة إلى التغلب على خطر تغير المناخ باستثناء الولايات المتحدة في عهد ترامب التي انسحبت من معاهدة باريس للمناخ ويسعى الخبراء للاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة وزيادة نسبة مبيعات السيارات الكهربائية وتقليل نسبة استهلاك الوقود في المركبات إضافة إلى تقليص نسبة بعاسات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري ترجمة نانسي قنقر